اشتركوا في القناة والنسبة لي للفانتيسي ولا هي سيئة لا متوسط جدا وكل شي ممكن يصير والأسابيع جاية والخوزيك جاية كمان الأسابيع القادمة والله أنا نفسي لشي يعني توقعت 80 نقطة وجبت 58 طبعا 58 جبت بالجولة الأولى 58 والجولة الثانية 58 فمحافظ على نفس الأداء للأسف يعني كنت بتوقع بداية أفضل بس لسه حضرني متمسك باستراتيجيتي وبلاعيبتي وإن شاء الله برجع بشوف بقيم أدائي بعد الجولة السادس السابعة وهيك قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا تساو لايك وشير وسبسكرايب تمام أول إشي بدنا نبلش بتشكيلتك يا شريف طبعا منبلش بتشكيلتي زي ما حكيت لكم جبت 58 نقطة وترتيبي حاليا 3.8 مليون على العالم حاليا مش عم بتطلع كثير على الترتيب مش كثير هممني يعني بس بدي أظلني ماشي مع العيبتي وعطيهم فرصتهم وبعد زي ما حكيت جولة السادس السابعة وقتها بتطلع على الترتيب بشوف بقيم أدائي وعلى أساسه باخد قرارات أولا بالحراسة سانتشيز السانتشيز زبطني بسط نقاط كنت جد وصراحة حالس بأربع ونص مليون ما بطلب منه أكتر من هيك يعني اللي هلأ ماشي منيح الجولة قولك كان على البنش عندي بس جاب أربع نقاط وهلأ ستة فأمورهن تمامي بالدفاع عندي أرنولد كنسله دينة جيمز يعني دينة لا تعليق رح يطلع من فريق الجولة اللي جاي ما أصلا ليش فكرت أجيبه يعني كان مفقوط ريبيير اللي يكون مكان دينة مسؤولت أأخذ شوية مخاطرة وهيك أتفلسف وأجيب دينة على جدول والحلو بأول ثلاث جولات بس للأسف يعني سجل القول بحاله فش كلينشيت هو سبب انه كلينشيت راحت فدينة حرامو عليكم يعني ما بديش هيك فريق وليح ترجع تدخل فريقي مستحيل كنسله و جيمز حافظوا على الأداء اللي من الجولة الأولى وكنسله مع كلينشيت وبونس جيمز حاس أجدل وأرنود لهلا قيبة أمل بس أنا يعني أرنود بظلوا أرنود دفاع ليفربول رح يرجع زي ما كان فحافظ على أرنود وأملي فيه كبير واصلا فاروق نفس الإشي كمان يعني المفروض عنده أمل بدفاع ليفربول أكتر منك أكتر منك وبالوسط عندي صلاح بيلي نتو يعني تاني جولة بلانكين بيلي ما نزلش أصلاح أساسي اللاعب اللي كنا حطين أمل كبير عليهم أنا مش مفروض نحط أمل عليهم نهوين صلاح عادي مش لاعبين مفروض أصلا يكونوا أساسيين بس إحنا تحمسنا مع المبارات الودية وإنها دول رح يكونوا نجوم ولا هاد ولا هاد فإن شاء الله العملية الخلاص منهم رح تكون خلال الجولة الثالثة والرابعة صلاح عقدته زي ما حكينا عقدة الجولة الثانية ونظل محافظ على العقدة ولا لا يا فروق والله اسمع مش عارف إذا هي عقدة الشاب حرام اخترع أكتر فرص من أبصر أي مباراة ثمان فرص عمل كبيرة فمش عارف بس هي حا مش عارف صراحة مش عارف هي مش عقدة ما ما بأمنش به هادلي في أنا بس هي زابطة مع زابطة معكم أنتوا اللي بتأمنوا بالعقد والهاي الشغلات وصراحة مارتنالي أفضل حكيت أنا قبل الموسم كنت أحكي ولهلأ بحكي مارتنالي أفضل لاعب بسط بستة مليون هلأ حالياً صار سعره ستة فاصل اثنين أصلاً ونصحت فيه من البداية كنت أحكي لك ما تجيب برونو كوميرج تجيب مارتنالي وهي مارتنالي عم بثبت انه لاعب كويس ومباراته الجاي مع بورمو خيار مبار وهجومي كان كين وهلند طبعاً كين يعني حطيته كابتن الجولة الأولى ضد سوث هامتن سجلوا أربع هداف كين ما عمل إشي قرر يعمل إشي ضد تشيلسي بالحظة سنجاب القول يعني بس جاب لي تماماً والأسف كابتن هلند يعني فاز على كابتن الصلاح بس لسه قد توقع أنه بورموث يعني بفاع ضعيف بالاتحاد فازوا أربع صفر توقعت هلند يساهم أكتر من أسست بس قدمت المباراة سيئة صراحة هلند ما وصلت تطبات كان عنده بس لمستين للكرة ولا تمام لمسات فقرشوا الرقم بالضبط بس يعني مباراة سيئة منيح أنه طلع بأسست ومش بلان صحيح وبس يعني رأيي بالجولة بشكل عام كانت عادية على الأفريج المعدل كان سبعة وخمسين نقطة جب تمانية وخمسين يعني إن شاء الله بتحسن بالجولات القادمة وفي نيكا ويليامز على البنش كمان انت كمان فرو صحيح ضيع أنا سبعة نقاط على البنش بس ما حدا توقع يعني يعمل هيك مش مشكل ننتقل لتشكيلتي للأسبوع أنا جبت أربعة وستين نقطة الترتيب مليونين وسبعممية وعشرين ألف مش مهم الترتيب حاليا بالحلاصة كان عندي رامزديل جاب نقطة واحدة بسيطة عادي بس إن شاء الله أرسل اللي شده زي أول أسبوع يعني كان دفاعه صلب أكثر بدفاع عندي طبعا اثنين من الليفربول اللي هم أورنلد وروبرتسن وبصراحة دول يعني هم يفجأوني يعني أنا بتخيلهم بس يعني لو جايبين الكلينشيتس بالأسبوع الأول والأسبوع الثاني كان أموري جد تمام يعني أكيد كان بطلع لهم بونس وشغلات وأسه مش بدي أعمل خلص الليفربول مش زاب طبعا فما عندي تعليق أكثر أنا حكمل على استراتيجيتي بهذا الموضوع رح أخليهم الاثنين وبتأمل إنهم يرجعوا بس أنا حاليا عندي خطة وماشي عليها وبدأ أكمل عليها وهلا بتشوفوا شو هي عندي ووكر أنا ووكر جايب عشان الكلينشيتس وهي قدها وعم بيجيب الكلينشيتس وعم بنزل أساسي واموره تمام ما عندي أي تعليق عليه وجيمس طبعا وحش ومتقلق ولسه متوقع منه يجيب نقاط أكثر في المبارات القادمة نتقل للوسط عندي أول إشي بتحكي عنه ومحرز فعارف ليه يعني بس متوقعت منه كثير أكثر وكان دايما كان خطير من المبارات بس يعني ما كانش خطير على الهدف كان هو اللي بيخترع الفرص وبحاول ويعمل مجال الأهداف بس بالآخر فودن كان اللي أخطر منه وفودن اللي تقلق أكثر منه بهاي المبارات فبس عادي هي جاد حظ كان أي واحد منهم بختار ومزبطهش معي بمحرز بس الباقي أموري تمام مارتنال اللي ممتاز صلاح يعني عادي صلاح على كل شريف عقدة ما عندي تعليق عليهم صلاحة يعني ما في أيش عالقه يعني صلاح ليبربول لعبوا ضد آآ كريستل باليس وكان لازم يعني صلاحة على القليل يسجلوا يعني صلاح يعملوا قول قولين مش عارف أنا مدايقين لصلاحة روبرت سنو أرنولد أكثر من صلاح بس منكمل هاي أربعة وستين نقطة هنا فايزين على شريف وهذا أهم شي لا بتخوت أنا أعطيك أعطيك فرطة بس في بداية الموسم يعني بعدين رح أرجع أكتسح بس شوي شوي بنشوه بنشوه بالهجوم طبعا عندي الوحش الكبير جيسوس هو اللي شاد لي الجولة وأنا ما متندم لما كنت أحكي إنه هذا اللاعب ما رح يطلع من فريقي من أول ما بلشت أصلا من أول أول فريق من أول ما فتح اللعبة جيسوس أول واحد ندخل على الفريق وأنا عارف إنه هيك رح يكون وكثير حاب اللاعب وصراحة ما عندي أي تعليق عليه وهلند الحمد لله الحمد لله نطلع بأسست صراحة يعني كنت كثير أحسن من البلانك يعني كانت بين وبين صلاح فأنا بعتبر حالي بالكبتنة فايز عشان أنا ما كنت رح كبتن جيسوس صراح كنت رح كبتن صلاح لو ما كبتنت هلند فبشان هيك أنا بعتبر حالي بالكبتن هلند فزنا يعني هاي الجو بعتبر اه بالبنش عندي كمان نيكو بوليامس جايب سبع نقاط بس بس بسيطة ما كنت رح نزله صراحة فبس يعني 64 متوسط ولسه في عندي أعمال لحكمل على استراتيجيتي 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 هو إنه نغير محرس كانت وهلا ببعدين بس نوسط تشكيلة الأسبوع الثالث فأفرجيه من اللاعب هلا ننتقل لتشكيلة شريف في الأسبوع الثالث بدك تحكينا كيف أنت عم تفكر قبل ما نفرجي التشكيلة يا شريف هاي هلا أنا عندي كان تبديلين مجانيين ما استخدم التبديل في الجولة الثانية فحاليا عندي تبديلين وبدي أخلص من اللاعبين اللي هم لازمهم كب يعني خلص عطيتهم فرصة وعالفاض اللي هم بيلي ودينة والتنين أصلا متوقع سعرهم ينزل خلال الأيام القادمة يعني حتى لما ينزل الفيديو بطقها سيكون سعرهم نازل فعشان هيك أنا رح عمل التبديل بأسرع وقت ورح أبدل دينة وأبدل بيلي هلا بتشوفوا بمين بدلتهم ممكن يكون شوي الخيارات غريبة نسبيا بس هاي بالنسبة لي هيك عم بمشي بالاستراتيجية هاي لسبب اللي هو بدي اوفر شويه مصاري عشان بدي أبلش أحسن من وسط تبعي فلازم اني أعملها بهاي الطريقة فطبعا بالحراسة رح يكون عندي سانشيز ضد وستهام يعني برايتن قوي دفاعيا وستهام بأول مباراتين ضعيف فما من المنشاط لا يجيب لي كلينشيت يعني بعدين عندك ارنود ضد اليونايتد اليونايتد من أضعف الفرق هذا الموسم مع انه ليفربول عم بيقدم أداة سيئة بس اتوقع ليفربول بحرم الورترافل ورح تكون مباراة حلوية اتوقع ليفربول ببوز بباحة كنسله ضد نيوكاسل اتوقع ان سيتي كلينشيت شبه مضمونة في كل مباراته يعني إلا زليع ضد ليفربول او ضد شيلسي او هيك بس اتوقع نيوكاسل كلينشيت رح تكون لسيتي باترسن هو تبديل مكان ديني باترسن في اربع مليون ديني بخمسة فوفر تيك مليون على الدفاع وباترسن عم بلعب اساسي عم بخلق فرص ضد نوتينغام فورست عندهم جدول حلو افرتون في المبارات القادمة اشتناك اخدت المخاطرة وجبته بدل بدل ديني خلينا نشوف شو ممكن يصير ممكن ما اعمل هذا التبديل لسه عم بفكر ممكن افكر بووكر مثلا يصير عندي اثنين من السيتي بس حاليا هذه هي افكار وجيمز ونيكا ويليامز رح يلعب اساسي هاي المباراة ضد افرتون ان شاء الله انهم بطلقوا الشباب بالذات جيمز بلعب مع ليدز توقع فرصة كبيرة لكلينشيت وان شاء الله يلعب مش قلب دفاع يلعب رايت وينجباك عشان يقدر يقدم اكتر ويساهل مجوميا وبالوسط عندي ملك الفنتيس رح يكون كابتني الموسم الواضي كافأني بشكل كبير لما اخطيته كابتن ضد يونيتد بالأول ترافر جاب هات تريك مع اسيست ثلاثة بونس يعني ختم بهذه المباراة فرح عطيل عطيل كابتني كمان مرة على امل انها تزبط هاي الجولة كمان مع صلاح لانا بعتذر منك صلاح كمان اني ما كابتنتك اول جولة كان مفروضة كابتن بالجولة الاولى فهلا بدي اياي عوض لي اللي راح تبديل الثاني محل بيل لجبت غروس اللي هو لعب برايتن برايتن جدولهم حلو للجولات القادمة غروس عم بيكون خطير تمركزه حلو بالملعب سجل اثنين ضد اليونيتد الاهداف المتوقعة ارقامه عالية لهذا السبب انا جبته فيه شوية مخاطرة باني جبته بس حسب الارقام وحسب شفته انا في الملعب حاسس انه راح يقدم اشي وكمان هو بيسدد ركلات الجزاء برايتن ففيه فورس انه يسجل يعني ويعطيني نقاط وطبعا مارتينالي كان عنه كدير الافضل ولده مباراته بورمث ففورس فورسة لا يتألق يعني اوظر انه حجز مكانه اساسي معافظة حنتفاجأ ان لقيه بنش في بعض المبارات القادمة حاليا انا شايف اساسي وبالهجوم كين وهلند هدا هجوم اللي انا راهان تعليمي ببداية الموسم ورح اضلني مراهن على هذا الهجوم حتى لو كين فيشل بالجولة الاولى وبس الجولة التانية يسجل وهلأ ضد الولفز فان شاء الله يتألق وهلند نفس الاشي فهي تشكيلتي للجولة الثالثة مبدئيا ممكن يصير شوية تغييرات عليها ممكن ما اعمل التبديلات هدول بس حاليا هاي هي افكاري وهاي التبديلات التي اعملها تمام صراحة هلوة تشكيلتك مش بطالة بس انا ممكن نكمن حدا مش حاب اسمع انا هو انا مسكير حاجة يعني انا فكرت ايك قارج الصندوق شوي خاني اجوف اذا رح عملها ولا لسه مش اكيد تمام بننتقل لتشكيلتي للأسبوع الثالث اه صراحة مش رح طول كثير عليها بس يعني تشكيلتي خلاصة الاستراتيجية هي خطتي من اول ما انا بلشت اني انا اغير اول اسبوع اغير كين لهالند من ثاني اسبوع عشان اللعب بهالند ثاني اسبوع وكانت الخطة اني غير ثالث اسبوع محرز للاعب اخر بثمانية مليون فهلا رح تشوفوا مين اللعب اول شي بنبلش بالحراسة حراسة اختار رامزديل ضد بورن متوقع منهم كلينشيت وبلك اجاب له اكم من بونس اه بالدفاع عندي ارنود ضد من ينايتد ووكر روبرتسن جيمز ونزلت ويليمز بدل نتو اه ارنود روبرتسن مش متوقع منهم كلينشيت عادي لو ما جربوها بس عالقليل يطلعوا لي باسيست كل واحد او اشي هيك برندفورد طلعوا بكلينشيت ضد ينايتد ليفربول بدورش يطلع بكلينشيت ماهو خلص يزم تخيل ينايتد مايجيب اول ثلاث اسبوع كبيرة والله يعني صراحة اهانة كبيرة اذا طلعوا بكلينشيت عندي بوكر جابوا عشان الكلينشيت ان شاء الله مايتدور بيظل اساسي وبيثبت انه لازم اني اختيار اختيرته اختيار صحيح جيمز ضد ليتز بحيث اذا لعب وينجباك زي ما حكى شريف رح يكون خطير جدا وويليامز بنزله صراحة عشان مباراته احسن من ناتو الناتو رح يلعب ضد توتن هام حتى شايفين انا وفاروق راحين خمسة في الخلف لانه صاح المدافعين الهلأ عم بيكونوا الاقوى يعني عم بيجيبوا اكتر نقاط انسا روبرتسن وارنولد يعني ما قدموا الاداء اللازم يقدموه بس مدفعين سيتي تشيلسي حتى ويليامز الجول الماضي عم يجيبوا نقاط حلوة فعشان احنا عم نروح لخمسة في الخلف حاليا لانهم عم بيشان بيدا مدفعين بانتقل للوسط عندي صلاح كابتن ضد ينايتد انا عكس شريف انا ما كابتن توقت هالمباراة وتنتمت فحابة كابتن هاي السنة بس لسه دايخ بينه وبين جيسوس عشان عندي جيسوس بلعب ضد بولنموث فهذا القرار رح يضل لاخر ثانية بس عاليا انا كابتن صلاح الاختيار اللي انا حكيت عنه رح اجيبه بدل محرز هو كولوتشفسكي انا اخترت كولوتشفسكي لسبب انه هو بسمح لي ادخل عهجوم توتن هام بطريقة رخيصة عشان كين وسون كل واحد اتناشر مليون والتاني احد عشر مليون فاصلة اربعة فبدي ادخل على هجوم توتن هام عنده موابارات قدمة سهلة فانا احسن طريقة شفتها هي الدخول عن طريق كولوتشفسكي كولوتشفسكي خطير جدا وانا شايفه عم بلعب اكثر من سون وشايفه عم بيكون اخطر من كين فحاسه لعب ممتاز جدا ومبارياته الاخيرة يعني عم بيقدم اداء اكثر من رائع بمع توتن هام وارقام اكثر من رائعة فلهذا السبب اخترت كولوتشفسكي وهذا الاختيار اكيد وعملت التبديل وخلصت منه عشان ما يغلوه ولا يصير اشيه ثاني بالوسط عندي مارتنالي مارتنالي طبعا متوقع كمان يتقلق هو جيسوس ورامسديل لاحيل عبدو تبورنموث جدول حلوع وجدولهم ان شاء الله كمان 8 نقاط مارتنالي لهذا الاسبوع بالهجوم عندي جيسوس وهالند هالند بل يسجل له هدف مع انه انا مباراة نيوكاسل شخصيا شايفها الصعبة للسيتي شخصيا اذا في حدا رح يفاجع سيتي هو نيوكاسل واحد من الفرق يعني اللي ممكن يفاجع السيتي بس طبعا بالاخير السيتي هو السيتي والسيتي على الفرصة الاكبر انه رح يفوز والاكبر انه يجي بكلينشيت والاكبر انه يسجل فبس اذا صار في مفاجأة يعني نيوكاسل بيقدر يساوي والاحتياط ما عندي حدا وجيسوس زي ما حكيت لكم متعلق جدا حكيت عنه قبل شوي فبس ودايخ بالكبر انا حكيت لك اه وهلا بورمث كتير احسن من كين بوجهة نظري انا حضرت كين كين قاعد يلعب بCDM كتير برجع لوراه و ببلش الفرص من وراه اه بس هادي هيك عشان يعمل تمويه للناس ما بدي يكون نسبة ملكيته عالية بالفاديس ببلش تيئ اول دولتين وبعدين بشوف مين اللي بتمسك فيه انا تمسكت فيه اه اه ان شاء الله وهيك بس والله ما فيه تاني اه بدك تحكي شي ثاني لا والله انا لا انت لا خلص بس تحكيكم انه هاده تشكيلاتنا المبدئية وكله بنزل نهائيا نهائية تشكيلة بتنزل على الانستغرام قبل و بس ايك ونشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة